بعد رفض ميليشيا الحوثي والمخلوع لإطلاق سراح المختطفين في سجونها والذي كان بندًا رئيسيًا على طاولة المفاوضات في بيال تحول المعتقلون إلى ثيمات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلق المعتقلين هو شعار حملة جديدة تبنها ناشطون حقوقيون والسياسيون تهدف إلى التعريف بجريمة الميليشيا التي تختطف عددًا كبيرًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين اليمنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من عام الحملة التي تنطلق بلغات عدة تهدف أيضًا إلى خلق رأي عام ضاغط على ميليشيا الحوثي وصالح لإطلاق المعتقلين في سجونها والذي مضى على اختطاف بعضهم ما يقارب العام ويعيشون في ظل ظروف صحية قاسية تحت التعذيب النفسي والجسدي وبحسب تقديرات حقوقية فإن ميليشيا الحوثي والمخلوع تحتجز آلاف اليمنيين وهو ما أكده المبعوث الأممي مؤخراً في إطار مساعيه التي يبذلها لإطلاق سراح بعض هؤلاء وخصوصاً السياسيين منهم لاستئناف المباحثات التي يرعاها بين الحكومة والميليشيا مؤخراً تعهدت الميليشيا بإطلاق بعض المعتقلين في إطار التهيئة لجولة جديدة من المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة لكنها لم تلتزم بذلك واستمرت في رفضها تقديم أي معلومات عن أماكن احتيازهم أو ظروفهم الصحية فيما تتصاعد حالات الاختطاف والاعتقال غير القانوني الذي تنفذ سلطات الميليشيا ضد الناشطين والصحفيين والمواطنين رافضين لهذه السلطة يعد ملف المختطفين من أكثر الملفات سخنة نظراً لتعمد الميليشيا استخدام المختطفين كورقة تفاوض في المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة فيما كان عدد منهم قد قتل في وقت سابق نتيجة لتعرضهم للتعذيب أو لتعمد الميليشيا استخدامهم كدروع بشرية في المواقع التي تتعرض للقصف من قبل قوات التحالف وبعد فشل المبعوث الأممي في إعادة المختطفين إلى ذويهم بعد أشهر من الاعتقال أو تقديم معلومات عن مصيرهم يبدو أن الحملات التي يتبنها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ستبقى هي الوسيلة الوحيدة في أيدي المدافعين عن المختطفين ولكن لا يعرف على وجه الدقة ما مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه مثل هذه الحملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر